وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التجربة المصرية لها خصوصيتها ولفت الرئيس السيسي إلى أن الفوضى التي أعقبت عام 2011 كلفت الدولة 450 مليار دولار والحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جداً ما كانش مطلوب أنها تتكرر تاني الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار حالة الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة زوفة الاقتصادية مش قوية إذن أنت كمسؤول حريص على أنك بقدر الإمكان تحل مسائل ما تقديش بالبلد إنها تتهز مرة تاني على نفس النسخ ده قطاع زي قطاع النقل في مصر القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها ده معنى إيه؟ معنى إنه كان فيه قطاع والقطاع ده مؤهل إنه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم استثمارين يجوا يشتغلوا يقدروا يعمل استثمارات في مصر